اشتركوا في القناة وضمن الاحتفاء باليوم العالمي للأطفال ضحايا الاعتداءات الكل يقف لحظة ليلقي نظرة على أوضاع الطفولة في ظل المتغيرات المتسارعة وتصاعد الاعتداءات النفسية والمادية التي تمارس عليهم في مناطق مختلفة من العالم الجديد في هذا الملتقى سيكون مشروع القانون الخاص بحماية الطفل وعند دور المؤسسات وتكامل أدوارها في حماية الأطفال كفاع فن شعار الملتقى الذي من خلاله طرحت ورق العمل التي أنقطت ضوء على الحماية القانونية للأطفال من الاعتداءات في القوانين المحلية والدولية لتكون الورقة الجسانية دراسة ميدانية عن واقع الإساءة للأطفال في مجتمع دولة الإمارات أما الورقة السالسة فتمحورت حول دور الشرطة في حماية الأطفال من الاعتداء ليختم الملتقى بالورقة السادسة وتتناول محاور أنواع الاعتداءات الجسدية وتأثيرها الصحي على الطفل وجود سياسة اجتماعية في هذا المجال سيغطي قضايا التشريعات قضايا الخدمات قضايا التدريب قضايا التوعية والأهم من ذلك قضايا إجراء دراسات والبحوث لرصد حجم هذه المشكلة الملتقى ينظر في الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال وأسباب هذه المشكلة ليس هذا فحسب بل يضع سياسة وجهود دولة الإمارات والتشريعات المحلية التي تحفظ للطفل كرامته وتؤمن حقوقه والتي تتماشى مع النظم والقوانين الدولية لحماية الأطفال هناك جهد من وزارات الدولة والمجالس المختصة والدوائر المحلية بتعزيز حقوق الطفل وأعتقد أن هذا الملتقى الثالث وغيره يعزز نشر ثقافة حقوق الطفل وحماية الطفل نظم ساعات العمل وساعات الراحة بالنسبة للأطفال هذا حماية لهم من الانتهاء في مجال العمل حماية الأطفال من أنواع الاعتداءات التي يتعرضون لها لن يتأتى إلا من خلال توعية أفراد المجتمع وتعاونهم مع المؤسسات المعنية لضمان حقوقهم في الحياة وكفى عنفا سمح الشيخ لإخبار الدار من قصر الثقافة بالشارقة